نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس البطني للثقافة والفنون والأداب محمد الجبري المغفور له الأديب الروائي إسماعيل فهد إسماعيل مؤسس ورائد الرواية في الكويت والذي وافته المنية عن عمر النهز الثامنة والسبعين عاما وقال الجبري أن رحيل الفقيد مثل خسارة كبيرة للأسرة الأدبية والثقافية الكويتية والخليجية إذ فقدت الكويت برحيله واحدا من جيل المبدعين في عالم الأدب والرواية على المستوى العربية